تحت رعاية كريمة من اسم الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظي المحافظة الجنوبية أقامت المحافظة عبر تقنية الاتصال المرعي الملتقى الافتراضي الاجتماعي والصحي المتزامني مع مناسبة اليوم العالمي للمسن الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وجمعية البحرين لرعاية الوالدين وأشار سموه بأن مملكة البحرين متمثلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ودور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقرة ومعزرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقوم بالرعاية والاهتمام بالمسنة وتقدم المساندة والدعم والخدمات الجليلة مؤكدا سموه أن فئة المسنين فئة مهمة في المجتمع حيث تحرص المحافظة على الاحتفاء بهذه الفئة تقديرا للعطاء المتواصل كعادة من العادات التي تم توارثها عن الآباء والأجداد وأن رعايتهم مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية وأشهد سموه المحافظة بدعم الفريق والركن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية مبينا سموه حرصه ومتابعته للجهود المبدولة للجهات المعنية والعاملين في الصفوف الأمامية من الطاقم الطبي والتمريضي والأمني في إطار الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا موجها سموه إلى همية مواصلة المحافظة الجنوبية في تبني المبادرات التي تعزز من جهودها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة بالشراكة مع مختلف الجهات وأكد سموه محافظة المحافظة الجنوبية على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الجسدي مع كبار السن لضمان سلامتهم مشيرا سموه حرص المحافظة على احتضان المناسبات الصحية كاليوم العالمي للمسن بالإضافة إلى الحملة التوعوية نتضامن معكم لمكافحة السرطان التي دشنت مؤخرا من جانبهم عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة على الجهود التي تبدلها المحافظة في تنظيم الفعاليات الصحية والتوعوية من أجل تعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي في المجتمع لضمان سلامة الجميع